فراغ رئاسي في لبنان ورئيس لبناني في البرازيل هذه هي المفارقة التي أحدثها اللبناني الأصل ميشيل تامر بعدما بات رسميا رئيسا للبرازيل بالوكالة لمدة ستة أشهر وهي خامس أكبر دولة في العالم من حيث المساحة وعدد السكان وتحتضن ستة ملايين لبناني تامر الذي كان نائبا لرئيسة ديلما روساف تبوأ هذا المنصب لفترة انتقالية عندما صوت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ لصالح إيقالة الرئيسة بانتظار صدور الحكم النهائي في قضية اتهامها بالفساد والتلاعب بموازنات العام 2014 والمفارقة الثانية تكمن في أنه من بين من ساهموا في الإطاحة بروساف ثلاثة أعضاء في الكونغرس من أصل عربي هما اللبنانيين سيموني التابت وتاسو جريساتي إضافة إلى الفلسطيني عمر عزيز المتزوج من اللبنانية نجمة جمعة ميشيل تامر يقود حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية منذ 15 عاما ولعب أدوارا بارزة في مختلف الائتلافات الحكومية منذ العام 1994 ولد في ساوباولو في العام 1940 ونشأ في كنف والدين مهاجرين من لبنان مع سبعة إخوة وأخوات يتحدر من بلدة ابتعبورة في قضاء الكورة التي زارها ورتين وكرمته بإطلاق اسمه على أحد شوارعها وفي زيارته الثانية منحه الرئيس السابق ميشيل سليمان الجنسية اللبنانية تزوج تامر ثلاث مرات ويرزق بخمسة أبناء أما زوجته الحالية فهي ملكة جمال سابقة وفي الثانية والثلاثين من العمر وحاليا هي حامل في شهرها السادس تامر الذي توقعت بعض المواقع الإلكترونية البرازيلية أن يبقى رئيسا حتى كانون الأول 2018 موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة تعلق عليه آمال كثيرة لإصلاح نظام التقاعد وقانون العمل وتسوية وضع الموازنة ويرجح أن تكون أولى مهامه الرئاسية الرسمية افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جنيرو أمام مئات ملايين المشاهدين في الخامس من أبل المقبل